بس في إشارة ثانية لصالحه هنا أن الرجل لديه أيضا جمهور ولديه من المؤيدين ما يكفيه للخروج في وسطهم دون خوف نعم وهذا الشيء جميل يعني شعب السوداني المسالم يريد أن يغير يطمح في التغيير لكن ترجع الناس مرة أخرى إلى الصندوق وتقول الذي يريد أن يغير يزب إلى الصندوق النزيهة نتحدث عن نزيهة هذه التي مضى عليها 30 عاما في الحكم يعني كيف يتغير الحكام العرب لو برفعو لك شعار البشير لمواصلة المسيرة أي مسيرة طيب ما هو قضية الآن لديك مشكلات مع قوى دولية ربما مرتبطة بشخصه عرقلت الجانب الاقتصادية ودخول الاستثمارات الأجنبية ولكن البشير يمتاز بأنه مفتوح على كل عالم تجده مع الإمارات وفي نفس الوقت مع السعودية مع تركيا ومع مصر مع روسيا ومع أمريكا فهو لا أعتقد أن هناك مؤمرة لكن مؤمرة هي وجود هذا الفساد في الحكم رغم ما يتميز به هذا البلد من الثروات مياه النيل التي تغطي جميع أراضيه مثل الشجرة يعني هذا ليس فقط خط نيل مثلما في مصر لكن هذه الأنهار منتشرة لديه الزهب عندما نتحدث عن هذا المعدن موجود في صحراء السودان وشركات خاصة تنقب وتأخذ هناك فساد ترجمة نانسي قنقر